تعود القصة في سوريا إلى البداية وكأن شيئا لم يكن بالنسبة للنظام على غيراء الثورات المضادة في الربيع العربي ودماء ألف من السوريين الذين قتلوا بغارات النظام بعد سبع سنوات من الثورة تتحول في روايته مجددا إلى حرب ضد الإرهاب الأسد وفي لقائه مع صحيفة ميل أونسينداي البريطانية يصور نفسه على أنه باطل سيذكره التاريخ في هذه الحرب الذي يقول أن الغرب قد بدأها وما بين إيران وروسيا وروسيا وإيران يبدو أن الأمور تتجه أكثر فأكثر للتجاذب وتطرح أسئلة حول عدم إفاء موسكو بتعهداتها ببيع صواريخ الثلاثمئة بينما تقوم تل أبيب بقصف واقع النظام والميليشيات الإيرانية وسط وجنوب البلاد وعليه تنقل مصادر في النظام أنه أقدم على حل ميليشيات تتبع لإيران وحزب الله اللبناني في كل من دمشق وريف القنيترة كما سحب ميليشياته من الضفة الشرقية لنهر الفرات تحول يظهر جلياً أن الأطراف الدولية والأقليمية الخائدة في الدم السوري تحاول ترتيب صفقات من أجل التحديد النهائي لمناطق نفوذها في سوريا لكن ذلك سيتم فيما يبدو على حساب إنهاء وجود إيران فيها أما بشار الأسد الذي يسوق نفسه منتصراً فهو لم يعد يمون بحسب معارضيه حتى على عسكري روسي ليس لأنه خسر ما كان لديه من سلطة فقط بل لأنه بانتظار أن يتقرر بصيره بعد أن غدى حراسه الإيرانيون ورقة في ملف الأمن الصهيوني والخطط الروسية ولا يعرف ماذا سيحل به إن تخلص منهم بينما توزع مناشير في مدينة محسوبة جداً عليه كترطوس تعلمه أن عليه من الآن فصاعداً حماية نفسه بنفسه لأن مخزون الرجال نفذ من الساحل ترجمة نانسي قنقر